السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلابنا العزاء طلاب الصف الثاني متوسط في مدارس الحكمة الدولية طلابنا العزاء اليوم درسنا هو من دروس الأخيرة في الكتاب هو الاحتمال التجريبي والاحتمال النظري ما هو الاحتمال التجريبي وما هو الاحتمال النظري نحن كل شيء درسته سابقا هو احتمال نظري قائم على النموش ممكن يطلع معي نظريا وليس أكيد 100% أما التجريبي هو بعد إخضاع التجربة لعدة مرات متتالية فينا نحسب الاحتمال التجريبي بشكل تقديري فالاحتمال النظري هو يحكي على احتمال نظري واحتمال التجريبي لاحظوا في فقر التعلم يتدرب لاعب كرة قدم على تحسين أدائه في تسجيل أهداف في ضربات الجزاء فقد سجل 20 من أصل 25 ضربة جزاء نلاحظ من هذين العددين أنه سجل أهداف أكثر مما يخطئها كيف يمكنك أن تقدر احتمال إصابة الهدف في الضربة المقبلة؟ سلمنا نحتمل هذا اسمه التجريبي جربناه فعنده 20 نتيجة من أصل 25 شقد احتمال إصابة الهدف في المرة المقبلة عن طريق الاحتمال التجريبي يمكن أن تطلع النتيجة هذا شيء عن التجريب الفكرة الدرس حساب الاحتمال النظري حساب الاحتمال التجريبي الاحتمال النظري ما أخذينه من قبل وشارحينه الاحتمال التجريبي راح تشرحه هاي المرة راح نشرحه ونأخذه طبعا فردات درس احتمال نظري تجريبي فضع عين معروف من قبل لو جينا على الدرس على التعريف حدد الاحتمال في فقر التعلم عن طريق إجراء التجربة وتسمى الاحتمالات التجريبية الاحتمالات التجريبية لأنها قائمة على التجربة مكررة عدة مرات أما الاحتمال النظرية فإنها تزودنا بنتائج التجربة دون الحاجة إلى إجرائها يعني عندي تجربة ولكن نظرية ما أجريتها على أرض الواقع فسميها نظرية أما التجربية بعد ما أجريتها وانتهى الموضوع أشوف إيش ممكنك إطلاع معي احتمالات في المرات القادمة دون الحاجة إلى إجرائها فيكون الاحتمال التجريبي فيه تقدر أرجحية الحدث بتكرار تجربة عدة مرات ثم عدد المرات ثم عدد المرات لتحقق فيها الحدث نفس تقريبا احتمال نظري ولكن هذا القائم على التجربة شي واقعي أكثر الاحتمال التجريبي يساوي تقريبا عدد المرات لتحقق فيها الحدث على عدد الكلي للتجارب كم تجربة أجرينا أما الاحتمال النظري يستعمل لتقدير احتمالات الحدث باستعمال قوانين العدد دون اللجوء إلى تكرار التجربة وعندما تكون كل إنتاج ممكنة ومتساوية في احتمال حدوثيها وكنا نقول من قبل يعني يكون في عدل التجربة تكون عادلة لكل متساوي في الوقوع الاحتمال النظري هو عدد النتائج التي تحقق فيها الحدث على عدد النتائج الممكنة كلها وليس عدد التجارب اللي أنا أجريته عدد التجارب النتائج الممكنة كلها لو رجعنا وحسبنا الاحتمال التجريبي لفقر التعلم كان الرامي في فقر التعلم احتمال إصابة الهدف هاي الهدف وليس الهاف الهدف في الضربة المقبلة أصلا إحنا جراني التجربة 25 مرة وهو جاب 20 أصل 25 إذا قسمناهم هي 4 على 5 احتمالية إصابته بعد عدد التجارب معينة شفناها نحن هذا اسم احتمال تجريبي والحساب نفس احتمال نظري تماما تقريبا متساوي ولكن هاي عدد مرات وقوع على عدد مرات التجربة وليس فضاء العينة أعيد أكرر على عدد مرات تجربة وليس فضاء العينة لو جينا على المثال اللي بعده شفنا عن الشي يحكي هذا المثال طالعا شوف مثال اثنين بعد اطلاق مؤشر القرص عشرين مرة عندي هذا القرص شايفينه هذا القرص اللي على الجناة هذا طبعا هذا غير عادل غير عادل ليش؟ لأن الآن احتمال وقوع أكثر من السي والبي جربنا بعد اطلاق مؤشر القرص عشرين مرة جربنا ما وقفنا عشرين مرة اطلقنا حقق سي في خمس مرات وحقق بي في خمس مرات وعاشر مرات حقق اا والتجربة أصلا هم حاطين على مبدأ نظري مو مبدأ تجريبي لأنه ممكن يحقق الا في تساطع عشر مرة والبي مثلا في مرة والسي صفر مرة ما أكيد مية في المية فجرب طلع معه هذا الشكل هل هذا احتمال نظري أم تجريبي؟ أكيد تجريبي تجريبي هذا الاحتمال ما السبب قلنا عنه تجريبي؟ لأنه نحن اطلقنا مؤشر القرص عشرين مرة وسجلنا النتائج جربنا يعني بإيدانا جد احتمال أن يأتي المؤشر على الحرف A اجرينا عشرين مرة احتمال أن يأتي المؤشر على الحرف A نحن أجرينا النتيجة عشرين مرة أجريناها كم مرة نظهر A؟ ظهر عشر عشر مرات من أصل عشرين مرة تجربة يعني واحدة على اثنين بما أنه طلع الجواب نص فهو احتمال تجريبي ويساوي تقريبا أفصل بين التجريبي وبين النظري أنه التجريبي تقريبا النظري يساوي بشكل كامل احتمال A بشكل تجريبي عشر على عشرين يعني نص أو نقول هو صفر فاصلة خمسة أو نقول هو خمسين في المية أي واحدة بيناتهم جائزة للتعبير عن احتمال عن قيمة هذا الاحتمال أرجع وأكرر هذا الاحتمال تجريبي تجريبي مو نظري ليش؟ لأنه أجرينا التجربة عشرين مرة عشرين مرة لو انتقلنا على مثال اللي بعده مثال صحب محمد كرة من صندوق يحوي يحوي يحتوي على خمسين كرة عشرين كرة حمراء سبعطاش كرة بيضاء سبعطاش كرة صفراء عندي صندوق عندي صندوق هالصندوق يحوي خمسين بشكل كامل الحمراء الحمراء عشرين البيضاء السبعطاش الصفراء تلاتاش كرة بما أنه هذه موجودة مجزئة هل هو احتمال نظري أم احتمال تجريبي هل هو احتمال نظري أم تجريبي أجرينا تجربة الشيء؟ ما أجريناها ما سجلنا نتائج ما سحبنا طلعت معي صفراء سحبنا طلعت معي حمراء سحبنا طلعت معي خضراء ما سحبنا طلعت معي عدد كبير من النتائج وسجلناها هو صندوق فيه خمسين كرة فيه عشرين كرة حمراء وسبطاش كرة بيضاء وثلاتاش كرة صفراء هذا الموجود عندي هذا الموجود عندي جريناها أجريناها أجرينا فإذلك هو حد الآن نظريا ما صار شيء عملي ما هو الاحتمال النظري أم ما هو هل هو احتمال نظري أم تجريبي مية بالمية هو نظري وليس تجريبي نظري هو نظري جد احتمال كون الكرة المسحوبة صفراء جد احتمال كون الكرة المسحوبة صفراء رح سمي احتمال سحب الكرة المسحوبة صفراء رح سميه A وقل احتمال A بكل بساطة يساوي عدد مرات او عدد كرة صفراء 14 كرة اي وحدة فيهم ممكن تكون هي المسحوبة على العدد ده كلي عندي 50 كرة هذا هو الاحتمال وراح اضيف اليه ايضا بدي بي البي هو سحب كرة حمراء احتمال بي نظريا طبعا شوف يساوي ما حطيت يساوي بشكل تقريبي كتبت يساوي مو بشكل تقريبي يساوي تماما لانه نظري عم بحسب نظريا الحمراء اصلهم 20 من اصل 50 يعني 2 على 5 13 على 50 ما نحسبت معي ما اختصري ولكن 20 على 50 تختصر معي 2 على 5 ايضا رح احسب ليس فقط احتمال C وC رح يمثل لي سحب كرة بيضاء البيضاء اصلهم 17 من 50 17 من اصل 50 لاحظوا نظري ما اجرينا تجربة ابدا علي بين ايدينا لو عاطيني نتائج معينة كان على اساس النتائج اخذت الاحتمال كان هو سميت احتمال تجريبي على اساسه اخذت النتائج واشوف اشي يطلع معي احتمالات الممكن ممكن تختلف عن النظري هذا يبقى احتمال نظري وليس تجريبي واقعي 100 بل 100 رح نشوف المثال اللي بعده لو انتقلنا لاله هو كاتب لذا احتمال سحب كرة صفراء 13 من 50 أو 26 من 100 أو 26 بالمئة صفة 26 نفس 26 بالمئة المثال الرابع والاخير لهذه الفقرة يتكلم عن القاء قطعة نقود قطعتين نقود قطعتين نقود ثم المرات واجب عن مائلي طبعا هو القاء قطعتين نقود بالهواء طلع معه نتيجة رجع القاءه مرة ثانية طلعت معه نتيجة مرة ثانية ثم مرة سجل النتائج اللي معه سجل النتائج اللي معه ما هو الاحتمال النظر للحصول على صورتين ما هو الاحتمال التجريب للحصول على صورتين شوف نظريا شي وتجريبيا شي آخر قطعتين نقود الأميغا تبعها فضاء العين تبعها ممكن يكون هو شعار شعار صورة صورة ممكن تكون صورة مع كتابة ممكن تكون كتابة بالمرة أولى الصورة بالمرة الثانية ممكن تكون كتابة مع كتابة هاي نظريا نظريا ما في غيرها نتائج هاي هو لاحظ لما أجراها ثمان مرات طلع معه الصورة مع الصورة ثلاث مرات الصورة مع الكتابة مرتين الكتابة مع الصورة مرة الكتابة مع الكتابة مرتين طلعت معه نتائج على اساس نتائجه بيمشي بس هاي النظريا كم حدث عندي عندي اربع احداث عندي اربع نتائج هاي حداث اثنين ثلاثة اربع نتائج ممكنة فاحتمال انه تظهر صورتين احتمال اتش اتش اذا صورتين هو حدث واحد من اصل اربع احداث عندي اها واحد على اربع هذا النظريا هذا اشو هذا نظري وليس تجريبي لو جناع التجريبي هذا الجدوال كم مرة اجرى التجربة اجرها ثمان مرات كم مرة اجرها اجرها ثمان مرات فاحتمال ظهور اتش اتش يساوي تقريبا لان انا عم بحكا اتكلم عن تجريبيا وليس نظريا تجريبيا الاتش اتش صورة صورة كم مرة ظهرت معي ظهرت ثلاث مرات ظهرت معي من اصل كم مرة التجربة من اصل ثمانية على تكرار التجربة ثلاثة من اصل ثمانية ظهور ممكن او اكثر من ثلاثة او اقل حسب التجربة اللي طالعت عندي ولكن لاحظة التجريبي قريب جدا من النظري التجريبي قريب جدا من النظري طالع معنا ولكن يساوي تقريبا يساوي تقريبا هذا هو الجواب طلابنا العزاء حد هاي اللحظة بيكون انتهى الدرس لاحظوا تدربوا حل التمارين اللي بعدها تدربوا حل بالصفحة اللي بعدها تأكد من فهمك راح شاء الله حلو بس مطلوبكم حلو مبدئيا سحبت كرة عشوائية من صندوق ثم عيدت اليه يبين الجدول التالي النتائج بعد خمسين سحبة قدر احتمال سحب كرة حمراء ما نوع الاحتمال هل هو التجريبي ام عشوائي بسيط الامر جدا جدا لو رجعت على درسنا ودرستو بشكل كويس ينحل معكم التمارين تدربوا حل وظيفة مطلوبكم ايضا انتظر حل طلاب العزاء على التليجرام شكرا لكم ان شاءنا نلتقي بدرس قادم من درسنا ومتابعتنا نحل فيه درس هاي التمارين هاذ ويظل عنا فقط درس واحد وننهي المنهج باذن الله